بما لمحها الهدية وقصة شعرها المميزة اللي كانت شبه الأسيويين قدرت الفنانة مية عبدالنبي إنها تاخد مكانة عند المشاهدين رغم إن أدوارها كانت قليلة لكن على الرغم من الشهرة اللي حققتها بقال لمجهود إلا إنها قررت إنها تتحجب وتعتزل الفن تماما مش ناس كتير تعرف إن مية كانت بتلعب في شبابها في النادي الأهلي وتخطبت لكابتن الأهلي مصطفى يونس وبعد فترة قررت تنفصل عنه بسبب توضيب الشقة وولدها كان رد فعله مش متوقع يا ترى إيه الحكاية وليه مصطفى يونس فضل أهله عليها وإيه رد فعل ولدها الفنان حسين عبدالنبي تابعونا للنهاية مية حسين عبدالنبي اتولدت في 30 يناير سنة 1955 وولدها هو المؤلف والممستل المعروف حسين عبدالنبي وده خلها تورس منه حب الفن وعشان كده قررت تدرس في المعهد العالي للفنون المصرحية وفي الفترة دي كانت مية بتلعب كرة يد في النادي الأهلي ومن نجمات الفريق كمان وفي يوم بعد التدريب شافها مصطفى يونس اللي كان كابتن الأهلي الفترة دي وقدرت مية تخطف قلبه بسبب جمالها ورقتها مصطفى يونس سأل عنها وعرف انها بتلعب في فريق اليد وفعلا تعرف عليها ونشأت بينهم صداقة وبعدها عرف عنها كل حاجة وقال لنفسه أنا هدخل من الباب وفعلا قابل والدها اللي كان بيجي لها كل يوم جمعة يتابعها وطلب إيديها منه حسين عبد النبي رحب به وقال له بس مية لسه صغيرة ويدوب عندها 17 سنة ووراها جمعة والخطوبة هتشغلها عند راستها وكمان تركزها مع فريق كرة اليد ومع إلحاح مصطفى عرض والدها الموضوع عليها ووافقت لأن مصطفى كان من أشهر اللعيبة في مصر وبيلعب للمنتخب وفعلا اتخطبه سنة 1972 وبدأ مصطفى يونس يرتب شاقته اللي هيتجوز فيها وكانت في شبرة مصر وكانت عبارة عن قطين وصالة وفي الوقت ده خب مصطفى قرار مفاجئ ويساب توضيب شاقته وكرر يجدد بيت أهله اللي كان محتاج شغله ومصاريف كتيرة جدا لأن كل أسرته كانوا عايشين فيه ولما عرفت ماي اللي حصل حصل بينهم خناقة كبيرة وهو حاول يشرح لها أن شقة أهله محتاجة توضيب كتير وأنه لازم يجددها الأول علشان حالة والده والدته لسنهم كبير بس ماي رفضت كل مبرراته وقلعت الدبلة وسبت هاله وقالت له كل شيء اسمه نصيب مصطفى زعل جدا من اللي حصل وحس بإهانة كبيرة لكرمته وقطع علاقته بيها ولما حس والدها أن مصطفى ما جاش زورهم لمدة أسبوعين قال لها في المصطفى يا ماي ما بيجيش بقاله فترة طويلة فقالت له سيبنا بعض يا بابا حسين عبدالنبي تفاجئ من اللي سمعوا وقال لها نعم هو أنا آخر من يعلم إيه اللي حصل بينكو فحكت له اللي حصل وهنا تحول والدها 180 درجة وبدأ يزعق لها وقال لها ده اللي حصل ده يعليف نظري كمان وكمان وبكونوا ابن بار بأهله ده يأكد إنه هيصونك ويشيلك في عينين لتنين وفعلا صالحهم على بعض وكملوا الخطوبة وبعدها تجوزوا ولما ميت خرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت التمثيل من خلال مسلسل أيها الحب لا تهجرني مع الفنان حسن عبدين ويوسف شعبان وبعدها شاركت في مسلسل لايا ابنتي العزيزة مع عبد المنعمة بولي وقدمت دور زينب اللي قدمها لكل الجماهير وبعدها قدمت أغنية الأطفال عد سواب عكام واللي اشتهرت جدا وبقت من أهم أغاني الأطفال في الوقت ده وبعدها قدمت برضو أغنية إحنا عرايس وبرنامج كان جد ونونو وهنا بدأت الأزمات والخلافات بين مصطفى يونس ومي عبد النبي اللي أنجبت بنتها الأولى ميار بعد خمس سنين من جوازهم وحس مصطفى إنها مش بترعاها الرعاية الكافية ومشغولة طول الوقت في التصوير وطلب منها تتفرغ لرعايتها وبعدها أنجبت مي ابنها التاني وهو مصطفى ورجعت ريمة لعدتها الأديمة وطلب منها تبعد عن التمثيل وتتفرغ لرعاية أولادها واضطرت توافق في النهاية وكمان لبسة الحجاب وبعد عشر سنين من الاختفاء حس تمي أن سنين عمرها بتتسرق منها وطلبت منه ترجع للتمثيل من جديد بس هو رفض والأمور بينهم وصلت لطريق مسدود فانفصلوا عن بعض بعد عشر سنين زواج ورجعت مي من جديد للتمثيل من بوابة الأعمال الدينية والتاريخية سنة 1988 وشركت في مسلسل عدالة الرشيد وبعدها مسلسل الوعد الحق والقضاء في الإسلام واختفت مي من جديد واتفاجئنا بصورها على السوشيال ميديا سنة 2011 وهي بتحتفل بزفاف ابنتها ميار وحضر حفل الزفاف طبعاً والدها مصطفى يونس اللي أكد في أكتر من برنامج لي إنه تجوز بعدها أكتر من مرة علشان يغزها ورغم ظهورها قاعد ولجنة التحكيم لمسرح الطفل إلا إنها بعدها بعدت تماماً عن الظهور في أي وسيلة إعلامية من بعد ظهورها مع نوى إبراهيم في برنامج بيت العيلة بنتمنى كل التوفيق للفنانة مية عبد النبي اكتبونا في التعليقات أكتر عمل حبتوها فيه